اهلا بحضراتكم من جديد النادي الأهلي و çıkارت لو هنتكلم عن المباراة البداية nucleا Abend Middle الثاني نفس بداية النادي الأهلي حاولي ممكن تلت ساعة الأولية في الشغط الثاني يقدر يحرص طبعا في الديها تلتة وستين الهدف بتاع حسام أشرف وده طبعا يعني غلطة أو عدم تمركز صح من الاتنين المساكين جلال وعمر بعد كده الزمالك تسايد الداي اللي بعدها طبعا هذا وضع طبيعي بعد الهدف لغاية من النادي الأهلي ابتدى يفوق شوية ويحس بقى بالخطر أن الزمالك رجع للمباراة وده اللي احنا يمكن قلناه أن احنا يعني ما كانش يجب النادي الأهلي أو اللعيبة يسمحه للزمالك أنه هو يحرز هدف لأن اثنين صفر أو ثلاثة صفر بتقتل مطش اثنين واحد بتقرب تاني وبتدي أمل للفريق الخسران أنه هو يرجع الحقيقة الزمالك ضايع برضو كذا فرصة فيه برضو فرص ضايع من مهاجمين النادي الأهلي يعني التغيرات يمكن تغيرات ناد زمالك برضو عملت تأثير في نص الملعب وممكن احنا كنا عاديم بنتفرج النادي الأهلي كان بيتمايز به الشوط الأولاني أحمد اللي هو كرة تانية اختفت الشوط التاني بقى الزمالك في نص الملعب هو اللي بياخده كرة تانية ويضغط على النادي الأهلي وبيد يبني هجمات النادي الأهلي يمكن كان فرصة كده على استحياء يمكن أخيرها الأخيرة بتاعت أحمد سيد غريب إنما في مبنى المطش يعني طبعا المطشات دي ومطشات أهلي وزمالك وفي التوقيت ده بالتحديد أن فاضل خلاص الأمطار الأخيرة من نهاية البطولة كان لازم أهم حاجة المكسب يجي ساعات برضو على حساب الأداء يعني بنشكر طبعا اللعيبة وفوزة ما قلنا مهم إن شاء الله بإذن الله يعملوا بقى خطوات تانية في المراتين الفاضلين شكرا